روح لوسام سريعاً عشان عايز ألحق كمان أتكلم على الضربات السابقة عشان هو شهاب خدها في البداية فانا هتكلم أمر عليها سريعاً اللقطتين بتوع عملية الضغط وأقولك أنا بقالي 3-4 حلقات عمال أقول من وقت ما بقى بدأ وسام يلعب عمال أقول وسام مش بس مهم في الجزء الهجومي وسام مش بس مهم في الجزء الهجومي النهاردة أكملها لك إعادة حالت عشان الوقت وسام لعيب مهم جداً في السيستم لعيب مهم جداً في عملية الضغط لما خرج وسام ابتالت عملية التحرر والقراط الخطرة زادت جداً على النادي الأهلي ليه؟ لو نعرض الحالتين بتوع وسام سريعاً وحب نتكلم وسام يا كريم لعيب شارس جداً في عملية الضغط ولعيب معدلات الجاري بتاعته كتير جداً فبيكبر الفريد اللي قدامه يطلع الكرة وره يا إما يطلع بكرة طولية فأنت إلا ما خليتش الفريد اللي قدامك يبني فأنت دفعت من أول لعيب ومش أعد أقولي الكليشي بتاع أن أول لعيب يدفع في الملعب هو رأس الحربة هو الرجل ده نموزاً هو أول لعيب ده في الملعب هو نموزج لرأس الحربة سجل ما سجلشي فلا بالنسبة لي وسام أبو علي هو نموزج لرأس الحربة المثالي مع المدير الفني ده للفريق ده فريق بيلعب طول الوقت عايز يرجع الكرة بسرعة فهو لعب مهم جداً في عملية الضغط مش أعلق أكتر من كده على وسام ودي الكرة تانية لما تشوف التحركات إمتى بيقف؟ إمتى بيضغط؟ إمتى بيقفل زوايا التمرير؟ وفي النهاية الكرة دي بعد ما هيكمل معاه في عملية الضغط هنا مروان هيخش يكمل هيضغط عليه لحد ما ليه بيطلع بدر بروكنية إدو تنين عزيزي تكلم على قرارة السبتة صح؟ تفضل شكل جديد بيظهروا كولر مع النادي الأهلي ما تعودناش عليه في الفترة الأخيرة ممكن في بداية كولر مع الأهلي كان بيبان ده في الكرات اللي هي الراكلة الروكنية الكرات السبتة المتحركة اللي كان بتبقى حوالي منطقة الجزاء النهاردة شفناها في الكورنر شفناها في الكورة السبتة لو جبنا الحالتين ممكن جيمي برضو كان جايب نفس الحالات ونتكلم فانا هو مع بعض يلا بينا من المرات القليلة مع كولر اللي انت بتشوف ان فيه جمل تكتكية بتتعمل على الكرات السبتة اللي من خارج منطقة الجزاء التحركات اللي من غير كورة والانت بتخدع المنافس بتاعك بتركة معينة انت معاود لعبتك عليها امر جايد طبعا بدون ادنى شك ممكن التنفيذ وممكن قلة التدكة شوية عند عالف التنفيذ لكن في حاجة كويسة ايه او الدكة حلوة بس سوادت وفيه مجال شطا حلوة ايه حتى الكورنر اللي كان القالب ممتاز وكان مميز فيه بان هو بينافزه من لعبة واحدة وكان طبعا اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت ان عم منعم محمد عبد المنعم او باقي اللعيبة بتقدر انها تخش وتلعب كورة بالهيدرز بشكل جايد النهاردة بنشوف شكل تاني للكورنر في النادي الاهلي بتركة برضو مختلفة حلو مفضل